احتضنت قاعة الاجتماعات بديوان المجلس البلدي باطن الجبل في تيجي ورشة عمل لمنظمة بي سي آي لمبادرة التغيير السلمي ورشة العمل للسلام الاجتماعي والتنمية المحلية في ليبيا هدفت إلى أعطاء نبدة عامة لأعضاء المجلس البلدي الجديدة عن ما قدمته مبادرته التغيير السلمي في تقديم الخدمات على أرض الواقع في باطن الجبل اللي يمكن أن تستغلها في إقامة ورشة عمل الندوات ومؤتمرات المشروع الثالث كان هو النادي الاجتماعي بصراح الدين النادي بعدنا كان مهمل كذلك كانت الوقع على عاتق المنظمة كذلك فريق الشراكة أنهم يقوموا ببعض التجهيزات للنادي لإعياد الحياة فيه دعم راديو الصعان وتجهيز صالة لإقامة الندوات والاجتماعات وورش عمل والوقوف لجانب نادي صلاح الدين تيجي وإعطاء الشراكة المجتمعية المنهجية هذه كانت أهلاف المبادرة وقامت هذه المنظمة بدفع بعض المشايا الصغيرة داخل هذه البلدية وطبعا هذه المنظمة منظمة عالمية تدعم الشباب وتدعم العطاء الباطلين كما دعمت البلدية ببعض المشروعات الصغيرة منها دعم النادي بمقهى ثقافي اجتماعي ودعم البلدية بقناة بث مسموعة وتركز هذه المبادرة على إشراك المرأة في التنمية المجتمعية والمساهمة في النهوض بالشباب